الرجل النرجسي السام التوكسيك صفاته بتبقى ايه يعني اقراء نرجسي حاجة او التوكسيك حاجة التوكسيك الاول الرجل التوكسيك اقراء من بعيد ازاي التوكسيك ده مش باين عليه انه توكسيك ممصبته انه بيبقى في الاول اه بيبقى ان هو لذيذ اوي وان هو حتى مطارقته مطارقته في عرض التوكسيستي بتاعته بتبقى هدن يعني مثلا انا لو انا متأكدة انه هنا فيه سم حشة بالكوبية دي اكيد لا لكن لو فيه حد جاي من غير ماخ بالي وحطيلي فيها سم وهي شكلها حلو من برا والمية شكلها رايق وكل حاجة تمام حشرة يعني هل اللي بيبن في اول العلاقة ده انه هو بيرفكت ومثالي ومفيش منه اتنين ده فيه احتمال انه هو يبقى توكسيك لا يبقى ده اعرفه زيادة والتوكسيك بقى اعمل ايه دايما ابقى مقدمه عقلي عن قلبي بخطوتين ده يعني انا لازم اوزن كل اللي هو بيقوله وبيعمله بميزان العقل علشان للأسف الضحايا من البنات والسيدات اللي بتقع في حد توكسيك بعد شوية بتد من التوكسين ده اه بتبتحبه بيبقى مش مش شايفة انه توكسيك اه وبتبتدي بقى هي بتتدمر شوية شوية وهي مش شايفة انها بتتدمر انها بتتدمر بتتبل واللي حواليها بيبدأوا يشوفوا انت يا بنت انت كنت نكحة انت ده سيبك شغلك انت يا بنت كنت لها لكفتر فيها لأ ما هو اصله عشان خايف علي ما هو اصله عشان بيغير علي ما هو اصله لأ نشغل مخينا بقى عشان الشرعين يعني فهمه؟ لأ نشغل مخينا يعني والتوكسيك ده بغض النظر عن وراها ايه او معها تمشي ده مية في المية تمشي على طول لا بصي دلها في سنانها يعني تمشي حتى لو ميتة فيه وانا بقول لها بقول لها انت هتعدي بفترة قلم شديد بس صغير يعني بصي الخلاص من الراجل التوكسيك ده مرة واحدة بيبقى عام زي ما تكوني عندك مرض بعد الشرع وعملتي عملية يعني منزعجة جدا ومتقلمة جدا بس ايام وحتخلص لكن طول ما انت في العلاقة انت سكنة في المستشفى عندك اعلام بتروح وبتيجي ساعة تقوى وساعة تضعف بس طول الوقت انت مريضة مين اخطر التوكسيك ولا النرجيسي؟ حسب شخصية المتلقي اه فيه ناس بتستحمش اه يعني النرجيسي لو فيه معايا شخصية انبطاحية ما بتبقاش متضايق ماشي لكن لو فيه معايا شخصية ستراند كاركتر بتبقى استحالة ماشي التوكسيك بقى مفيش حد بيبقى مرتاح يعني التوكسيك اخت التوكسيك بالنسبالي انا ان هو ده حاجة سلمة بيقولك دايما عايزة تعرفي واحد بصي على مامته يعني هتعرفيه من مامته معه ولا ضد اه شوفيه هو فيه برضه حسب شخصيته هو لان فيه بعض الشخصيات لما بيتربى مع مثلا ام بتنفخ فيه ومش عارف ايه بتاع ايه بيتوضع اكتر يقولك ماما مش كده يا ماما يعني تمام بياخد اتجاه المعاكس ويبتدي اعتذر للناس عن اللي ماما بتقوله اه ماشي اه وفيه حد يقولك ده ماما اللي قالت ايه هنتي جنب اللي ماما قالته اه 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 عارفينهم اه ففي الاخر احنا يا جماعة بنكبر وبنكبر ويبتدي بقى عارفين ان هو بالغ عاقل فبنكبر نميز بين الصح والغلط فلا مهمهاتنا ملايكة ولا بهبهاتنا ملايكة احنا لازم في الاخر يبقى عندنا احنا احنا اقولك برضو ان كلام ده مش زي زمان اه يعني الموضوع دلوقتي عشان فتحناه وكلمنا فيه انا بقى لي اصلا بطلع على التلفزيون بقى لي 22 سنة اه اه اماما فيعني كل حاجة اه قتلناها بحثنا وقلناها وكده فدلوقتي مش زي الاول مبدئيا انه كل واحد النالج نفسها او العلوم الجنسية نفسها بدأت تطلع على السطح الكلام في الشكاوى الجنسية بدأت يطلع على السطح ده كثرة اللي مهتمين بالموضوع ده بيتكلموا حتى لو مش في ممبر زي ده سوشال ميديا بقت ده تلفزيون للجميع صاهماني الموضوع مش زي لا موضوع احسن بكتير 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 ادماني الافلام الاباحية ده مرت بصي ما بقدرش اسميه مرة بسمه ديس فونشن يعني خلل خلل ما في ناس بيتبقى يعني خلاص بيقدروا يبطلوه لان انا خلاص داخل على حياة زوجية وده مش زنبها وانه لازم ادي فرصة واكون حياة بيني وبينها وكده وفي ناس بيفضلوا مستمرين مستمرين بواقع غير موجود وحاطت وظائفك الحيوية اللي ربنا كتبها لها هي في حاجة زي دي دي من ضمن الجرائم بس ليها عليك برضو بالارادة يعني ما فيش حد انه هياخد قرصة هيبطل الكلام ده بس بنادي ارشادات يعني عايز تعمل مثلا لقيت نفسك مش قادرة مش قادرة اعمل كزا قيت نفسك ما بتقومش بتقومش اعمل كزا يعني ليها بنادي زي ارشادات طبعا بعد ما بنسمع منه وموضوع بيتحس باي كيس وموضوع بيتحس مع الوقت بيتحسن وبيبطل بس برد تاني بازم هو يكون عايز ده السر ده المفتاح ده المفتاح ان هما اي حد يبقى عايز ان هو يتغير عايز يبقى احسن مركز المدمنين طبعا يعني بيقولك اه بيروح طب انت عايز تعالج ولا لا طب احنا ممكن هنحبسك وحنديك مش عارف ايه وتبقى كويس ممكن او ما تخرج المساشفة خلاص يبقى كده احنا عملنا ما عملناش حاجة بلاش اي حد عنده كحة راح للدكتور يقولك انا مش هاخد الدواء طيب شكرا انا احكتب الدواء اخده نزل ما خدش الدواء طبعا منتظر انه يخف